نبدأ بيه لو صح التعبير المحتلين الآن لعرش القراءة ألا وهو الروائيين السؤال هو ليه بتعتقد ليه الذائقة تذهب إلى الرواية في معدلات القراءة أكتر من القصة أنا بتصور أن أسباب كتيرة يعني الرواية ومشتها أوسعة عندها قدرة على أنها تروح لمناطق كتيرة مختلفة على عكس القصة القصيرة يعني في الرواية أنت ممكن تقرأ عن علم البحر عن الصحراء عن الريف عن تسلق الجبال لأن الرواية بقت فيها مرونة جديدة اللغة بتاعتها أوسعة يمكن كمان القارئ بيبقى حابب عمل يستغرق فيه يعني مش فكرة الكتابة المكسفة السريعة رغم أن أنا بدايتي كانت في القصة القصيرة من خلال مجموعتين قصصيتين صدرت الأولى سنة 1999 وتجربة الرواية الأولى كانت 2005 يعني قبل ما يبقى فكرة إيه الاتجاه السائد يعني لأنه للأسف الشديد سيادة وتربع الرواية على العرش خلت أعمال كتيرة مفتعلة وغير مكتملة أصحابها يكتبونها فقط لمجارات السائد لكن الرواية بشكل عام واضح تماما أن هي بتشبع حاجات مختلفة موجودة عند القارئ أكتر من القصة القصيرة رغم أن إحنا نذكر في الستينات كانت القصة القصيرة لها الرياضة وكان يوسف إدريس مثلا وجيل من الرواد القصة القصيرة عنده بتعمل حالة يعني لكن الرواية أعتقد أن هي مشبعة أكتر وخصوصا لو شفت أنت مثلا في شرائح من القراء بنبص لهم أو كان ينظر لهم بقدر من الاستهانة أو عدم التأدير اللي هما في سنوي وفي الجامعة لا عايشين في الرواية بشكل مستغرق لدرجة أنه من حوالي عشر سنين كان فيه اتجاه بقى مش أن الرواية سائدة ده كمان الرواية الضخمة اللي هي 400 صفحة أو 500 صفحة والكعب بتاعها عريض ويقولك أنه فيه بعض الجوائز الأدبية الكبرى لا تحترم إلا العمل الضخم شكرا